تواجه لبنان تداعيات امنية خطيرة هذه الفترة من ناحيتين احداها جبهة النصر السورية التابعة لتنظيم القاعدة التي تحاول فتح بمرات لنقن عناصرها عبر الاراضي اللبنانية والاخرى الخرقات الاسرائية المتكررة والتي تهدف للبحث عن سلاح قد يعبر من سوريا الى لبنان او شل قدرات المقاومة ومنعها في حماية ظهرها في سوريا تحاول جبهة النصر السورية التابعة لتنظيم القاعدة نقل حربها من سوريا الى لبنان وتوسيع رقعة الاشتباكات من الريف في دمشق حمص الى جرود بعلبك والهرمل على طول الحدود الشرقية للبنان وتهدف محاولاتها الى فتح ممرات لنقن عناصرها عبر الاراضي اللبنانية بعدما نجح الجيش السوري في درب ممراتها داخل سوريا فضلا عن التمركس في الجرود النائية وطاني حزب الله في خاسرته البقاعية بعدما هددت ظهر مقاومته للخطر عندما سيطرت على القسير وقسفت بلدة الهرمل بالصواريخ القدرة على التموضع اعتقد ان هذا الامر خاضع لامور العملانية على الارض هل تستطيع هذه القوات او هذه العناصر الدخول الى الاراضي اللبنانية عبر الجرد المنتشر هذا امر فيه صعوبة بالغة اولا لعدم وجود اماكن ممكن الاختباء بها في الجرد الشرقي لسلسلة لبنان الشرقية وبالتالي ايضا لعامل اخر وهو عامل مهم جدا ايضا لوجود عناصر للمقاومة على امتداد هذه السلسلة وبالتالي اذا صحت الانباء وهي صحيحة بالتأكيد ربما جربت هذه العناصر بالامس الدخول عبر هذه الجرود المنتشرة وتفاجأت بكمين مسلح الهدنة الهشة انهارت في ترابلس وعادت المناوشات بين جبر محسن والتبانة الى سخونتها حاصدة المزيد من ارواح المدنيين الابرياء في ظل عجز سياسي وغياب اجهزة الدولة في مقابل حضور نافت لاجهزة امنية مرتبطة بدول خارجية تسعى الى تعميم الفوضى الامنية ان اي تفجير في الساحة اللبنانية بمعنى المصلحة ليس هناك مصلحة لاحد بمعنى الاطراف اللبنانيين هل هناك مصلحة لاطراف خارجية في تفجير الوضع في لبنان ربما كان هناك العامل الاسرائيل والعامل الامريكي بشكل اساسي له مصلحة في تفجير الاوضاع في لبنان على قاعدة ان كل المنطقة تصبح قد دخلت عمليا في المشروع الكبير لاحداث مزيد من الارباكات الامنية لكن ربما للساحة اللبنانية بعض الخصوصيات من ان هذا الفريق لا يريد الان حتى لا تخفف وطأة الاشتفاكات داخل الساحة السورية من جهة ومن جهة اخرى لوجود عدد كبير من القوات الدولية في جنوب لبنان ايضا ليس لهم مصلحة في ان يصبح هؤلاء ايضا اسرى العمل الامني المتفجر في الساحة اللبنانية اسرائيل بدورها دخلت على خط تصعيد الامني فطيرانها الحربية كاد لا يهادر سماء لبنان وصولا الى العاصمة والمناطق الحدودية مع سوريا فيما يبدو انها عملية بحث عن سلاح كاسر للتوازن قد يعبر من سوريا الى لبنان او تمهيدا لاعتداء مزدوج يهدف الى شل قدرات المقاومة ومنعها في حماية ظهرها وبالتالي ضرب الجبهة الداخلية في اسرائيل مع علاقة ما يجري في الاقتصال باسرائيل السؤال يجب ان يكون مع علاقة ما يجري الان في سوريا برمتها في اسرائيل انا اعتقد المستفيد الاول سواء كان هناك تنصيق ام لم يكن هناك تنصيق هو العدو الاسرائيلي لانه يستفيد من تدمير الدولة السورية ويستفيد من حالة الاقتتال التي وصلت الى حد كبير ومستوى من المواجهة لم يعد الامر له علاقة بالساحة السورية وانما له علاقة بساحات اخرى بدأت تتبنى المواجهات في داخل سوريا وهذا كله يخدم المصلحة الاسرائيلية في البعد انفلات الامن هو الهاجس المشترك بين اللبنانيين وبالرغم من الخروقات المتفرقة في بعض المناطق فان القوى السياسية الوازنة ترى ان الامن لا يزال متماسكا ولن تهزه جبهة النصرة ولا اسرائيل جنان شحادي قناة الكوت بيروت